قال المزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعون عليها من العريش الزميل محمد عبدالصبور مراسل التلفزيون المصري تحياتي زملائي في الاستيديو تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان وقال أمر جهود دبلوماسية مكثفة في هذه الأسناء تتقاطع مع الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبزلها مصر في سبيل إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة على خلفه طبعا زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى للقاء الجانب الإسرائيلي تبهيدا للدخول في هدنة بين الجانبين حركة حماس وبين إسرائيل بهدف طبعا وقف إطلاق النار وأيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة وهو مطلب ملح لقطاع غزة وربما أيضا مطلب دولي ملح حيث تقى حكومة بن يمين التنياهو بين مطرقة الضغوط الشعبية المتزايدة وبين سندان الضغوط الدولية كل هذه يأتي بالتزاومة مع جهود مصر طبعا في إدخال المساعدات الإنسانية بنتحدث منذ بداية بريل عن دخول ما يقرب من أو ما يزيد عن 4150 شحنة مثل هذه النوعية من الشحنات سواء من قبل مصر أو المنظمات الإقليمية والدولية وأيضا غيرها من الدول بالإضافة إلى طبعا دخول 150 شحنة سولار وغاز إضافة إلى استقبال مصر لعدد من مرافقهم كل هذا بالتزاومة مع استقبال مطار العريش لعدد من المساعدات الإنسانية والغزائية وأيضا قيام يمكن مطار العريش بإجلاء بعض الجرحة والمصابين للإمارات والقتل للعلاج في الخارج كل هذا بالتزاومة مع طبعا موجود سفينة تركية داخل ميناء العريش البحري وهجر التنزيق بين الهلال الأحمر المصري وبين الجانب التركي لإدخال هذه المساعدات لقطاع غزة إليكم زملائي في الاستيديو